بسم الله الرحمن الرحيم اعلى بحضراتكم معكم هاني وبطولة امم افريقية بطولة عجيبة غريبة لها اشكال مختلفة جدا في التغيرات في الملعب المنتخبات الكبيرة بقت ورا والمنتخبات الصغيرة بقت قدام القادمون من الخلف مسيطرون على البطولة كودوفار مين كان يصدق ان هي تبقى مش عارفة لحد دلوقتي ان هي تخش ولا مش هتخش احسن توالد لكن انا متوقع خروج كودوفار الجزائر خروجها من البطولة في الدوري الاول امام ميروتانيا وهزيمة واحد سفر كانت هزيمة مكلقة جدا المنتخب المغربي هل كان لناه دور في هذا الكلام ما اظنش طبعا المنتخب المغربي مركز في باراته طبعا تعرفين حساسية بين المنتخبين وده حاجة تقسف طبعا وحاجة محزنة جدا لكن من اتمنى الفوز للمنتخب المغربي وصعوده للنهاية ان شاء الله ما قابلش مصر الا في النهاية بازن الله ويكون الفوز من نصيب بلدي حبيبتي طبعا لكن اتمنى كل التوفيق لمنتخب المغربي نرجع بقى لمنتخب الجزائري اللي كان منتخب قريب جدا منتخب كان فايز ببطولة 2019 وهو حاجة من الاتنية يفوز ببطولة يطلع من دور الاول ما عندوش وسط ما عندوش ان هو يكمل ادوار تانية يكمل النهاية يوم يكملش ويطلع من دور الاول طبعا حزين جدا منتخب الجزائري منتخب شقيق عربي حبيب جدا لكلوبنا الجماهير الجزائرية زيها زي الجماهير المغربية فحبنا ليها. لكن ايه الاسباب? الاسباب طبعا المنتخب غير قادر على الفوز وكان كل نتائجه غير مرضية واداءه كمان كان غير مرضي وكل السوشال ميديا اتكلمت على منتخب الجزائري وعدم استطاعته من الاول خالص من اول مبارالين هو يتخطى دور الاول. قاسب جدا لكن انا فعلا حزين وحزن مسيطرة عليها لكن ده ما بنعش برضو يقول مبروك لمنتخب المورتاني وفوز جميل جدا ومستحق ومنتخب شقيق وله نفس الحب والتقدير. الف مبروك ليهم تستحق الفوز المتخبات يا جماعة كلها الصغيرة مع احترام لمنهاج تاريخ في الرياضة لكن لا تاريخ في كل ابناء كلنا. بقت هي مسيطرة القنوة غنية آآ راس الاخدر آآ مورتانية كل الفرق بقت حاجة مرعبة جدا لمتخبات كبيرة. المنتخب المصري ورأي محمد صلاح في هزيمة آآ وخروج المنتخب الجزائري نشوف كده ونركب. آآ جزائر ما كانتش في احسن حالتها في البطولة وكل الناس تقدر قطول كده مش حاجة يعني ما بقولش حاجة ان انا بحجمهم ما بحجمش حد آآ بس ما كانوش في افضل فرقة ليهم في البطولة افضل فترة ليهم في البطولة. بعد ما شوفنا طبعا صلاح المتحفز عليه على فكرة كان تصريحه كان عن البطولة السابقة وما افتكرش انه يختلف كتير قوي عن البطولة الحالية. لكن تصريح صلاح آآ او وجود صلاح آآ مع المنتخب في مبراط مصر ورأسه الاخدر كان وجود غريب جدا. آآ صلاح وكلوب وليفربول اقوى كتير جدا من الاتحاد المصري. حاجة محزنة ومؤسفة. طبعا الاتحاد المصري بيعرف الخبر ان صلاح يروح يتعالج زي وزي اي حد. كان المفروض هو اللي يعلن. كان مفروض آآ كلوب ملوش علاقة بمحمد صلاح. هو صلاح في عهدة المنتخب. المنتخب هو اللي ياخد قرار لكن واضح جدا لان صلاح اقوى من المنتخب. اقوى من هو يكون آآ قائد آآ برا الملعب. هو حابب ان هو يكون متواجد برا الملعب طالما هو مش هيلعب خلاص. لكن يا كابتن دورك ككابتن يفرد عليك وجودك مع المنتخب وانت مصاب. وقبل كده ناس كتير اتصابت ويكملت مع المنتخب لحد ما تلعوه برا. لكن انت اداء غير مشرف في الملعب. اداء غير مشرف كراجل مسؤول كابتن منتخب. كل الناس كاي بتهجمك على اهيو على القفاهات في الشوارع. كل الناس كانت حزينة جدا. عدم تواجدك مع المنتخب شيء محزن. عدم تواجدك رغض الظروف اللي بيمر بها المنتخب وانت كقائد المفهود يحطم عليك ضميرك واخلاقك وقيادتك ان انت تبقى موجود وسط المنتخب. مفيش حاسمها انتو خلاص كده اسلام عليكم انا اتصبت انا سيبكم ماشا يا جماعة عايزين حاجة. يلا باي باي باي. ليه حبيبي? ليه حبيبي? عيب كده حبيبي. عيب. ما حدش قال لك ان الكروس مش كل حاجة. انت خسرت خمسين في المئة على الاقل من جمهورك. جمهورك دلوقتي بقول لك الاهاوي والقفاهات يا ريت رسالة وصلك بجد كان قرفان منك. مش عايز اقول لك كل ما القمرة تيجي عليك كان اللي بيحصل. انت بدأ تكون نحس على المنتخب. والدليل اول ما اه مصطفى فاتحي جاب الجون اه في الراس الاخدر الجوني التاني طلعت شرط مو صلاح محمد صلاح. اول ما طلعت شرط الحاكم التجأ وقال لك ده مش جون وبعد كده دخلنا في حكاية الفار ومش الفار. ده نحس. نيني اول ما هيجي ينزل راح دخل فينا الجون. انا قلت اللي اتنين دول بجد والله يا بلاش مني. وصلاح الدنيا معانا هترتاح. صدقوني. ده شعار انا قلته وانا واسق فيه. اللي اتنين دول احنا مش عايزين جون منتخب. كل واحد بيطلع عايل في تصرفاته. مش راجل في موقعه. مش راجل في مكانه. للأسف متشكرين جدا. ماروان. رعطية. الراجل. كلم نجيلة. الراجل اخطأ في بصع. اعتذر للكابتن بتاعه. اعتذر للكابتن التاني. اه. الكابتن الاولاني بتاعه حجازي. الكابتن التاني. اه بتاعه اه محمد اش الناوي. واعتذر له الجهاز الفني. راجل قدم مسئولية. عارف كواس جدا ان هو اخطأ. فقدم اعتذره. ده كان شيء جميل جدا منه. ماروان عاطية افضل من النني بكتير جدا. بطلع زيزو. مكان. صلاح قد الراجل بطولة رائعة لحد دلوقتي. قد الراجل شوط اول ونص شوط تاني بامتياز. الغريب. الغريب ان صلاح بجد مش عارف ليه مش حاسس بمواقف الراجل. الراجل ولا حق بطولة ولا تعليقات بقى الناس بتشتن فيها وصلاح صلاح. خليكم موضوع عيد. اعودوا على كفاته القهاوي. كانوا قل جدا اللي بدفع عن صلاح. الناس قالتها قالتهم بالكلام صلاح يا جماعة برا الملعب المفروض يكمل مع الفرقة. عيب قوي كده. كلوب في احد التصرحات قبل بطولة اتمنى خروج المنتخب المصري من الدور الاول. وده كان المفروض يبقى فيه حمقة شوية من صلاح ويرد عليه. لكن صلاح غريب. ترزيجيه نجم نجم نجم. ليه ما يلعبش من الشوط الاول? وجوده مهم جدا. صلاح اثر على الفرقة بالسلب. دي حقيقة فعلا ودي حقيقة موجودة وكلنا لمسينها. يا صلاح متشكرين. قعد بقى وارتاح. انت كفية كده جراح. احنا تعبنا منك من اللي جاي واللي راح. فارحمنا شوية يا اخي. خلي عندك شوية منه ابن عن الفرقة. انت من ساعة ما دخلت الفرقة وانت الفرقة تلغبطت. انت من دخلت من كاس العالم تصفى كاس العالم وانت مش انت صلاح اللي كان حزين في مراته الكونغو. وكان خلاص وجاب دربة الجزاء والدينا بغيرت وانسينا كلنا ترزيجيه اللي كان تسبب في دربة الجزاء مام الكونغو ودخلنا كاس العالم. عادتك مش قعدت واحد مصاب. نتفك. مختلف دي مش عادتك قعدت واحد مصاب بيتني رجليه. مش شد العادل مش عايز تاني رجل. انت لما خرجت برضو من ملعب. كنت تاني رجلك. برضو كان كل دي تعليقات غريبة. حزين اه عن المنتخب. وليه ما تقولش حزين بتزهر حزنك. واللي انت حزنك الزهر قدامنا ده حزن تاني جواك. ان انت فعلا تلعت ندل. انا قاسم. تلعت مش قدم مسئولية. هو ده كان حزنك مش عشان موسى تكسب او تخسر. لا. ابو يا عالم. ممكن ان انت شايف انك ممكن تكسب فلوس اكتر لو مصر كملت. انت مسألة عندك مسألة فلوس وربنا اعلم بدمير الناس. لكن احنا لنا الظاهر. الظاهر بتاعنا ان انت مش عايز اقول لفظ اه تلعت مش راجل. انتو فهمين طبعا اللي عايز اقوله. كان شيء منك اه تسأل بيه خسرت جمهير كتير جدا. مش عايز اقول تاني وتالت الكافيهات كل الناس كانت قاعدة او ما تيجي صورتك ارفنين منك ومن نحسك. دي حقيقة. فربنا يديك على قد نياتك ناحية المنتخب. واتمنى عدم وجودك. فيتوريا ده للأسف ده مش مش راجل ليه شخصية اصلا. ده راجل مرهوش وجود في الملعب. بان او لما صلاح تالي عند المتخب اتغير. اتمنى اشوف ارائكو وتعلقاتكو. اسرى الفيديو. محدش يغلط يا جماعة انا بقول رأي في صلاح. انا حر. لو هو عايز يرد ويشوف الفيديو يرد. اه عايز يرد هو في الملعب. عايز يرد بتصرفاته يرد. لكن ما اتمنىش ان نلاقي حد بيغلط فيه كلام اللي قلته على صلاح. ده كلام طبيعي جدا. ده نجد طبيعي جدا. لنا الظاهر. ما اتمنىش. الغيب. الغيب يعلمه الله. كان معكم حيني. شكرا لكم. حفظ الوقت منه. اتمنى التوفيلي المتخب المصري. سلام. موسيقى 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 اشتركوا في القناة